وضمن فعليات افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية قال رئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة لديها استعداد لتوفير 12 مليار جنيه للصرف على تعليم 100 ألف دارس لديهم مقاومات كبيرة لما عملنا مسابقة تلع 111 مش كده أنا بفكركم بالموضوع وساعتها قابلني الدكتور الخالد وزير التعليم وقال للرقم ده إحنا لو عملنا مسابقة زي كده هنجيب عدد أكتر من كده مش كده يا فنم مش كده يا دكتور وأنا بقول الكلام ده يا ريت والله يا خالد أنا أتمنى أن إحنا وأنا بقول لكم للمصرين اللي بيسمعوني دلوقتي والله العظيم لو توجد 100 ألف دارس عندهم المقاومات دي لأصرف عليهم إلى 10-12 مليار جنيه في تعليمهم أنا بقسم بالله هاتو المد ألف موسيقى